بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علم ينفعنا وزدنا علما واجعله لنا حجة نياذة الجلال والإكرام نرحب جميع الطلاب والطالبات في السنة الثانية الثانوية للمسارات التخصصية ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ وإياكم بقراءة الآيات من سورة آل عمران نأخذ أهداف الدرس ندافي أولا طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وذلك من يقرأ المسلم أو المسلم كتاب الله عز وجل ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى وأيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خال من الأخطاء وكذلك تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع من آداب تلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنظافة وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل وأيضا من الآداب الاستعادة في أول قراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك البسملة وتكون بسمة في أوائل السور كما أنها تجوز كذلك في وسط السور ولا تجوز البسمة في أول سورة التوبة وذلك لأثر أخرج الحاكم بسنده أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما سأل علي رضي الله تعالى عنه فقال لماذا لم تذكر البسملة في أول براءة فأجاب رضي الله تعالى عنه لأن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف ولا تلازم بين الأمان والسيف هذا قول في عدم جواز البسملة في أول سورة التوبة وأيضا من الآداب تحسين الصوت بالقرآن الكريم والقراءة بتدبر وخشوع وكذلك التسبيح عند آيات التنزيه وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد كسؤال الله عز وجل الجنة وكذلك الاستعاذ بالله عند آيات الوعيد كالاستعاذ بالله من النار هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم والذي ينبغي لكل مسلمين ومسلمين يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل وقبل أن نبدأ إياكم بقراءة الآيات نرجو من جميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابعة معنا حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار بعد قراءة الآيات نأخذ إياكم بعض الكلمات التي أمكن أن يقع فيها الخطأ في الكلمات في قول الله عز وجل كلمة والقناطير كلمة والقناطير ينتبه إليها ألف بعد النون والقناطير والقناطير وأيضا في قول الله عز وجل والخير المسومة كلمة المسومة المسومة وأيضا من الكلمات التي يعني يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل قل قل أأنبئكم 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 وأيضا في قول الله عز وجل وأزواج من أطهر ورضوان ورضوان كسر ورضوان من الله ورضوان من الله ألف صغير ينتبه إليها وأيضا من ضمن الكلمات التي يعني يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل كلمة والقانتين كيف تقرأ والمنفقين غالب تقرأ خطأ هنا والمنفقين والمنفقين كلمة والمنفقين هذه بعض الكلمات التي يعني يمكن يقع فيها الخطأ نأخذ إياكم بعد ذلك بعض أحكام التجويد بعض أحكام التجويد من أحكام التجويد في قول الله عز وجل زين للناس نون مشددة تغن كم حركة من يعرف تفضل أحسن مقدار حركتان زين للناس زين للناس وأيضا من أحكام التجويد في قول الله عز وجل قل أأنبئكم بخير أأنبئكم بخير لو سألناكم من عذا الحكم من يعرف تفضل أحسنتم مم ساكنة أتى بعد الباء والباء من حروف الإخفاء الشفوي أأنبئكم بخير إخفاء الشفوي وأيضا من أحكام التجويد في قول الله عز وجل للذين اتقوا عند رب كلمة عند من هو هذا الحكم خنون ساكنة أتى بعد الدال والدال من حروف الإخفاء الحقيقي والإخفاء الحقيقي قد يأتي في كلمة وفي كلمة هنا أتى في كلمة واحدة عند ربهم عند عند وأيضا من أحكام التجويد في قول الله عز وجل ورضوان من الله ورضوان من الله من على الحكم من أحكام النوساء والتنوين تنوين أتى بعد الميم والميم من حروف الإدغام أي إدغام أحسن إدغام بغنة ورضوان من الله وأيضا من الأحكام التجويد في قول الله عز وجل وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ هنا تلحن معنمين صغيرة هذا من أحكام أنه نساكن للتنوين وهذا الحكم ما نوعه قلب أقلاب أقلاب أو قلب طبعا الإقلاب تسمية المتأخري والأقل تسمية المتقدمين سمع ابن جزي رحمه الله تعالى في قلب والقلب إلى آخر الأبيات وكذلك الإقلاب ولا مشحة في الاصطلاح طيب ما من عن الإقلاب قلب النساك والتنوين ميمن عند الباء والله بصير بالعباد وكذلك من أحكام التجويد في هذه الآيات كذلك في قول الله عز وجل رَبَّنَا إِنَّنَا هذا مد من أو هذا المد من يعرف تفضل أحسنتم أحسنتم هنا مد من فصل مد من فصل والمد من فصل يعطي في كلمتين المد في كلمة والحمز في كلمة أخرى وحكم جواز المد حكم جواز المد رَبَّنَا إِنَّنَا ويمد كم أربعة أو خمس حركات وأيضا من أحكام التجويد في قول الله عز وجل كلمة آمنا لو سألناكم ما نعهد هذا المد ومد طبيعي يمد كم الطبيعي لكن ما نوعه؟ نقوم مد بدل ومد البدل أن يتقدم الحمز على المد آمنا آمنا وحكمه في الواية حفصة العاصم مقدار حركتين كم الطبيعي وأيضا من أحكام التجويد في قول الله عز وجل وقنا عذاب النار هنا نمو شدده تغنكم حركة بمقدار حركتين بعد ذلك نقرأ الآيات مرة أخرى وأرجو أن تبه معي حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقدى عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار نأخذوا إياكم بعد هذا القراءة نوضع علامات الوقف في المصحف الشريف نعلمات الوقف بقول الله عز وجل كلمة والحرث هنا قال وهو الوقف التام ما تم لفظه معناه وكذلك من علامات الوقف في قول الله عز وجل ذلك متاع الحياة الدنيا صلى وهو الوقف الحسن والوصل الأولى وإيضا من علامات الوقف المصحف الشريف من ذلك ذلك معنا صلى وهنا وقف حسن ووصل أولى وكذلك قال كما مر معنا أنها وقف تام ما تم لفظه معناه كذلك هنا وقف على الرسل الآي كما هو معلوم سنة وكذلك هنا لو سألناكم هل هنا في هذه الآيات قلقلة من يعرف طبعا القلقة إذا وقفت على ساكن يقلقل وحرف قطب جد بعد ذلك نقرأ الآية مرة أخرى مع ترديدها نقرأ الآية مرة أخرى مع ترديد الآيات وأرجونا انتباه حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ور Sugar ورغاد وعزواج مطلسون وعزواج مطلس وعزواج مطلس 助 للمنظر وعزواج مطلس الغذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار جعنا رضي الله إياكم من المستغفرين بالأسحار وهكذا انتهينا وإياكم من الآيات من سورة أهل عمران ونؤكد على الطلاب والطالبات تلاوة الآيات تلاوة صحيحة وذلك بالاستعانة بالمصاح مرتلة وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم إلى دسا آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته